أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أن ملف تحليط المياه أحد الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة في إطار خطط التوسع التنموية المختلفة سواء في الصناع أو الإسكان أو غيرها من القطاعات وخلال اجتماع لمتابعة جهود تحليط مياه البحر مع وزيري الموارد المائية والإسكانة وعدد من المسؤولين أشار مدبولي إلى أن تكنولوجيات تحليط المياه قد تقدمت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة ما يتطلب التوسع حاليا في مشروعات التحلية والاستعانة بالخبرات والشركات العالمية المتقصصة في هذا المجال